موسيقى لكي نعرف تماما من هو السيد المسيح الذي صار معروفا بالتاريخ للشعوب لكي نعرف عنه كفاية يجب أن ندرس حياته وندرس الإنجيل الذي هو الخبر السار كثيرون لا يعرفون عن المسيح يسوع المخلص كفاية وخاصة الذين يدعون المسيحية لذلك بمساعدة الرب ندرس هذه الأيام عن حياة السيد المسيح وخاصة الأسابيع الأخيرة من حياته على هذه الأرض ينبغي أن نمحس وأن نتمعن بكل كلمة بكل مثل بكل عجوبة عملها السيد المسيح وكان يسوع دائما يقول الحق ويعمل الخير للذين هم بحاجة إليه ينبغي أن ندرس الكلمات التي نتق بها على الصليب خاصة هي مهمة جدا الغفران لذلك للص التائب الحكيم وأيضا أن ندرس كيف هو سامح وغفر على الصليب وسندرس هذا الوقت عن وصيته عن أمه الحنون وقال وهو يوصي بها لأخرب المقربين إليه وهو القديس يحنى سيد المسيح أيها العزاء طبق الوصية الخامسة من الوصية العشر الذي أنا وازق وإيماني رازخ بأن يسوع الإله هو الذي تكلم الوصية العشر على الجبل وكتبها بإصبعه فأطاع وكان يسوع مطيعا لهما كما يقول الكتاب المقلس طبعا طاع إلهي علم الأولاد والشباب كيف يحبون ويطيعون ويوقرون الله والأهل والسؤال هو من كان الأقرب إلى يسوع وهو معلق على الصليب من كان الأقرب لا شك كانت القديسة مريم الأم من هي القديسة مريم كلمة مريم جداً معروفة وشعبية في جميع الطوائف والديانات أولاً نعرف كثير عن مريم أخت موسى وهارون لكن المعرفة الأهم هي عن القديسة المطوبة الأم المثالية المعلمة الصالحة التي هي خير نساء العالمين مع أنها متواضعة تعظم نفس الرب لأنه نظر إلى اتضاع أمته ومنذ الآن جميع الأجيال تطوبني نعرف عنها أمه نعم أمه رأته وهو على الصليب هي التي ولدته في مزود وقال لها الملاك هو اسمه يسوع لأنه يخل الشعب من خطاياهم وتتذكر أيضاً مريم عندما ذهبوا إلى الهيكل وهي ويوسف نسيا يسوع المسيح الصبي الولد وهي التي في عرسقان الجليل التي قالت له يا ابني نفذ الخمر نفذ الخمر ليس هناك خمر قال لها يمرأ لم تأتي ساعة بعد وأيضاً أيها العزاء الشخص الثاني كان أقرب إليه ليس لأنه ابن خالته كان قريب يسوع جسدياً بل لأنه كان الأحب ليسوع والذي أيضاً الكتاب المقدس كتب هو أكثر من مرة عن نفسه الذي كان يحبه يسوع فكلنا نتذكر هذا الشخص بيحنى الحبيب أين التلاميذ الباقون أنت يا يحنى قريب قريب جداً من المخلص وهو على الصديق أين بطرس أين يهوذ أين الذين قالوا لو شك الجميع نحن لنشك لا أحد فريحة وابتهج وافتخر بالمسيح أكثر من أمه وبنفس الوقت عندما رأته على الصليب ورأت الجنود يجلدونه بقساوة والشعب يستهزئ به عندئذ لا أحد حزن كما حزنت القديسة مريم وبكيت وخابت آمالها مثل باقي التلاميذ عندما رأت المسامير تدق في يديه أغمي عليها نعم أغمي عليها لذلك حملها التلاميذ بعيداً رآها يسوع في تلك الحالة وحزن عليها حزناً شديداً على من أحبته وابتهجت بولادته وافتخرت به ولكنها الآن تتألم من أجله طبعاً الشخص الثاني هو يوحنى الذي فهم عن لاهوت المسيح وكتب عنه الأكثر يسوع أيها الأحباء نحن نؤمن كمسيحيين إيمان راسخ راك راك على ركنين أن يسوع هو الإنسان الكامل والإله الكامل كان نعم يوحنى الذي كتب وقد ميز يسوع أخذ محو ثلاثة لكي يكون على فهم شاهدين أو ثلاثة تقوم كل كلمة لذلك يسوع عندما تجلى على الجبل وهناك أظهر مجده وسمع الصوت يقول هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا كان يوحنى ويعقوب وبطرس كتب كتب الكثير عن الإقنوم الثاني مريم القديسة ويوحنى الحبيب كلاهما يقفان عند قدمي الصليب وكان الحزن ببصره وعند أسفل الصليب كانت مريم مستندة على تلميزه يوحنى لذلك يوحنى أعادها بعد أن أخذوها بعيدا لكي لا تعترى تلك الآلام والدم يسيل من يديه وجنبه أرجعها يوحنى هذه المرة لأنه عرف أن دقائق قليلة ويسوع سوف يقول قد أكمل لقد علم أن النهاية قريبة لماذا لماذا كان جميع الناس حتى القديس مريم حتى يوحنى حتى تلك الساعة وهو على الصليب كانوا يتأملون بأنه سينزل عن الصليب وسيعلن مملكته لكي يحررهم من الرمان من عبودية الرمان السؤال هو الحقيقة لماذا استعبدوا للرمان هم يدعون أنهم شعب الرب والله هو الملك والمدافع عنهم وقد أظهر ذلك في التاريخ مرات لكن لماذا صاروا عبيدا للرمان القسات لأنهم تركوا الإله الحقيقي لأنهم كسروا وصياه يا للأسف بدلا من التاج الملوكي صار هناك تاج شوك وضعوا على رأسه تاج الشوك بدلا من التمجيد ومن التسبيح سمعت كلمات الهزء والاحتقار عندئذ حاولت مريم الاقتراب أكثر لتقول له كلمات التجيع والتعزية لكي تقول له يا ابني أنا أحبك محبة أبدي لقد تأسف يسوع ونسيت مريم نسيت مريم ونسيت تلاميذ تلك النبوة التي تنبأ بها سمعان الشيخ في الإصحة الثانية من إنجيل لوقة نقرأ هنا بأن سمعان الشيخ وحن النبي هؤلاء اتنين كانوا متقدمين بالعمر الروح القدس خبرهما وأوحى لهما أنهما لن يرى الموت حتى يرى يا مسيح الرب فأتى بالروح إلى الهيكل هذا السمعان وعندما دخل بالصبي يسوع وعندما دخل بالصبي يسوع بواه ليصنع له حسب عادة النموس أخذه على زراعيه وبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته لجميع قدام جميع الشعوب نور إعلان للأمم ومجد لشعبك وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه وباركهما سمعان وقال لمريم أمه ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم وأنت أيضا يجوز تأملوا بها الكلمة هذه النبوة وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة نسيت مريم فكرت مرات كثير إنه يسوح هيدا بدو سير ملك أنا بفتخر أني سأكون أم الملك نسيت النبوي أنه بدت توصل لوقت سيف مثل الناس بعبروا بيقولوا أنا حزين نفسي مجروح قلبي مجروح بسيف حاد يسوع نظر ورأى أمه في هذه الحال وقال لمن أحبه يا يحنى يا يحنى هذه أمك يسوع اعتنى بالقديس مريم لمدة ثلاثين سنة لأن البار يوسف صار عاجزا وكانت الحال المادي ضعيف جدا وحرفة النجارة لم تكن للأغنياء بل للفقراء لذلك يسوع اعتنى بأمه ثلاثين سنة كان يوفر لها الحياة الشريفة الكريمة وهو يكرمها لذلك نقرأ في إنجيل يحنى التاسع عشر وهذه الكلمات وكانت واقفات عند الصليب يسوع وام يسوع امه واخد امه مريم وكان التلميذ الذي يحبه طبعا يسوع يحب الكل ويحب الترس حتى احب يهوز ثم قال التلميذ الذي يحبه هو ذا امك ومن تلك الساعة اخذها التلميذ الى خاصته اخذها الى خاصته مولي ان خالته لان يسوع ارف ان يحنى هو الذي سيكون الابن الذي يعتني بالقديسة مريم كما اعتنى فيها يسوع مخلص وقال لها يمرأ هو ذا ابنك يا يحنى هو ذا امك يا انت يمرأ هو ذا ابنك من هذا الوقت يحنى تنفي لش ما الا يمرأ لش الا يمرأ هل يترى يسوع لم يقدم لها الاحترام اللائق كلمة امرأة هي كلمة مثل اليوم نقول يا سيدي او يا ست او يا مدام كان يقول يا امرأة كلمة امرأة الله عطاها في الاول عطا لحواء اسم امرأة لانها من امرئ اخزت لماذا لم يقل لها يا امي الحقيقة تار الناس بيستغربوا موجود الجواب في مرقص الاصحاح الثالث والعدد 21 يسوع كان عما يعمل عجايب وكان ما يعلم وامه الديسي مريم واخته اللي هني من يوسف راحوا يبحثوا عنه وين هو لانه قادت اليهود والكهني ضده فهني يعني استغربوا ليش انت يا سوع عما تعمل هالشي هيدا وكل الناس ضدك والكهني والقوان الحقيقة راحوا حتى يوقفوا عن رسالته وقالوا له ناس هو ذا امك واخوتك خارجا يطلبونك فقال لهم فاجاب قائلا من امي واخوتي من هنهو ثم نظر حوله الى الجالسين وقال ها امي واخوتي لان من يصنع مشيئة الله هو اخي واختي وامي لماذا لماذا قال لها يمرأة في اكثر من الناس في عرسقان الجليل وقال لها يمرأة وهنا يقول ايضا لها مرة ثانية يقول يمرأة هو ذا ابنك لانه ايها العزاء العائلة عائلة المسيح ليست فقط من الناصرة ليس فقط اخوة اخوته من من يوسف لا من مريم لان يسوع صار اخ لجميع البشر كل ام صالحها هي بمثابة ام المسيح صيد المسيح احترم واوصى بها ليه ليه احتاجت تكون مع مع يوحنة لانه كانت ارملي وكانت هي خالته وكانت فقيرة الحال ماديا ما كان في ضمان اجتماعي طبعا طبق الوصية التي اعطاه هي يسوع فصارت مريم موجودها في بيت يحنى بركة عظيمة لذلك البيت ايضا هنا نتكلم من هو يحنى اسمعنا عنه هو سمال مسيح ابن الرعد كان عنده طبيعة غضوب هو واخو ليش كان صيد مداله غني جدا بيقول عنه لانه كان كل ولد لازم يتعلم حرفي كان من تلاميذ المعمدان وكان متقدم بين التلاميذ هو صار راعي للكنائس السبع المسكورة في الرؤية صاحة التانية والتالت كل التلاميذ ايها العزاء قتلوا او صليبوا ماتوا من اجل المسيح الشهداء لكن هو نفي الى بطمس الجزير انا كان الفرح اني زور هالمكان هيدا جزيرة بطمس وين الرب او حاله بالروح القدس يسوع المسيح اتكلم معه رسائل السبعة ورؤية يحنى المعمدان لماذا لم يموت لانه المسيح قاله لبطرس ماذا لو انا ان هذا لن يموت وقت اللي بطرس كان غاير من يوحنى شوي بالاخير بالفعل وضعوه في الزيت المغلي كان طريقة القتل في ذلك الوقت تختلف اما بالصلب او بقطع الرأس او كانوا يضعوه للتعزيب اكتر في زيت مغلي ولكنه لم يموت لم يموت وعاش مدي طويلة مات سنة 98 ميلادية سنة 98 ميلادية يحنى كان ذلك التلميذ المحب والمحبوب ظل يرعاه ماذا نعرف عن العزراء مريم بعد الصليب وبعد القيامة هذا الشيء كتير مهم نجم نقرأ حتى نعرف عنه في اعمال الرسل اعمال الرسل التلاميذ بعد صعود المسيح وان شاء الله في المستقبل سوف ندرس عن القيامة المجيدة سوف ندرس وسيكون الدرس جميل جدا ومفرح ورائح ماذا حدث القديسي مريم الكتاب المقدس يقول عندما تلاميذ قبلوا الروح القدس وكانوا بدل من يكونوا مقسومين متخاصمين على المركز كل واحد يعمل ضد الآخر كان الحسد والكبرياء لكن عندما قبلوا الروح القدس صاروا بنفس واحدة ومن كان معهم هؤلاء كلهم كانوا يوازبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم ام يسوع ومع اخوته هذا الشيء كتير كتير حلو كتير جميل ورائع أيها الأعزاء القديسة مريم لم تذهب هناك تجلس لوحدها كانت تشترك في العباد هي واحدة من الروح القدس يحل عليك عندما بشرت بيسوع المسيح الذي سترده لكن حتى في يوم الخمسين نقرأ أكثر في أعمال الرسل بأن التلاميذ كل ومنهم القديسة مريم ونساء كثيرات كلهم امتلأوا من الروح القدس وكانوا يتكلمون بألسنا أنا واسق بأن القديسة مريم كانت بركة في حياتها الأخيرة كانت بركة لكل النساء كانت بركة لكل البنين والبنات نعم القديسة مريم لم تذهب وتجلس عاجزة وماذا عن التلاميذ التلاميذ أيها العزاء ذهبوا وبشروا وفتنوا المسكونة قال عنهم الناس هؤلاء فتنوا المسكونة بماذا بالحرب بالمؤامرة لا برسالة الخلاص إننا نشهد لا نستطيع لا يمكن إلا أن نشهد ليسوع المسيح رأينا بأعيننا بأنه هو الذي صلب وهو الذي دفن في القبر وهو الذي قام وهو الذي صعد إلى السماء وسيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات نعم لم يكون هناك جالسين خائفين من اليهود كما في السابق لكنهم بشجاعة تحد الموت تحد الرومان تحد السيف ومع إنهم كثيرون منهم قد قتلوا وقد ذبحوا لكنهم لأجل المسيح الذي مات وعاش من أجلهم ويشفع فيهم وفينا عن يمين الآب وسيأتي بهذا المجد العظيم قريبا أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا